انطلقت في مركز الحسن الثقافي بمحافظة الكرك فعالية مهرجان مؤاب الشعري بنسخته الخامسة الذي تنظمه مديرية ثقافة الكرك احتفاء بقلعة الكرك تحت شعار قلعة الكرك حصن الملوك وشاهد التاريخ وقالت رئيسة اللجنة العليا للمهرجان مديرة الثقافة عروب الشميلة ان ادارة المهرجان حرصت على ان يكون المهرجان حدثا ثقافيا وطنيا سنويا ومنبرا يلتقي فيه الشعراء من مختلف محافظات الوطن للتعبير ورسم صور شعرية جمالية تعكس عراقة واصارة المكان والانسان في الارتن جاء شعار هذا المهرجان قلعة الكرك حصن الملوك وشاهد التاريخ هذا المهرجان بهذه النسخة وبكل عام وبكل هذه الاوقات نحن من اجمل هذه الايام والاوقات عنا بانطلاقة هذا المهرجان عزمنا يعني مديرية الثقافة واللجنة العليا للمهرجان بان تكون ما يميزه هو الابداع وحقق بالفعل هذا رصيد رصيد مع الشعراء ورصيد من خلال المثقفين والمتذوقين الى الشعر